شكرا لك يا كابتن سعد عبدالحفيز تحياتي لك والكل مشاهدي ومتابعة قناة الالي في كل مكان الحقيقة طبعا زي ما بنقول الأجواء هنا مميزة أجواء حماسية أجواء فيها تركيز كبير جدا في معسكر فريق النادي الالي استعدادة لمباراة الأهل وقت راجع تونسي عقب انتهاء المران مباشرة بيسعدنا ينضمين في هذه اللحظات كابتننا الكبير الكابتن سعد سمير أحد نجومنا طبعا وجوم منتخابنا الوطني تحياتي لكابتن سعد عبدالحفيز طبعا حابب تقول لكابتن سعد في البداية كابتن سعد برحب بكابتن سعد طبعا برحب بكل ديوفه وببارك له على الظهور في قناة الالي وكابتن سعد إضافة لأي مكان ومن الشخصات اللي اشتغلنا معها كتير واستفدنا منها وتعلمنا منها فبارك له على الظهور ودايما موفق ودايما شياك مباراة غاية في الأهمية كابتن سعد في حالة تركيز كبيرة شايفينها التدريبات في حماس شديد جدا من نسبة النادي الأهلي الحقيقة يمكن الحالة دي إن شاء الله بيتمنى أنها تنعكس عليكم في المباراة نقل الأجواء الدوافع عبارة عن الجهاز الفني بتكلم معاكم إزاي وإنت كالعيب كبيرة كابتن سعد في وسط الفريق بتكلم معهم إزاي أكيد طبعا زم أنت بتقول عندنا مباراة مهمة بكرة وعندنا تحدي جديد في الموسم ده بالنسبة لنا مباراة مهمة عشان خاطر فيه وعندنا الفترة الجاية من النهاردة لحد بكرة كله بيعيش في الماتش وكله بيركز كله بيحاول أن هو يفكر في السيناريو اللي هيعمله في الماتش بيحاول يحضر نفسه فبإذن الله ربنا يكرمنا وعنينا بكرة إن شاء الله على المكسب ندر حق المكسب وندر نحن نحسن صعودنا من هنا إن شاء الله بإذن الله لو بكلمك هل بتستحضروا الزكريات والأمور الجيدة جدا هنا في رادس في تونس سوى زي ما قلنا قبل كده 2006 أو 2012 هل بتستحضروها مع العيبة الصغرين مع كتماعاتكم الفردية وجمعية مع العيبة تنادي الألية كبتسع هاكيدة نحن نتكلم مع بعض دايماً كلاعيبة قدام أو العيبة أكبر أو نتكلم مع العيبة الشباب بشكل فردي كلنا مع بعض نحن نتعامل في النادي كأسرة واحدة وكأيلة واحدة فالميزة عندنا أن نحن كلنا بنحاول نسعب بعض كلنا بنحاول نحن نسناد بعض زي ما بنقول فدي أهم حاجة هي مش كصة خبرات أو انت بتيني أو قد ما قصة التجارب عيشناها قبل كده فأنا بنحاول نحن نتكلم عن التجارب دي والزروف اللي مرنا بيها أثناء التجارب دي عشان خاطر يبقى مهيئين بكرا لو حاصل أي سناريو المباراة الحاجة التانية إحنا لما بنتكلم مع بعض الزكارات هي بتبقى زكارات كويسة وممتعة وملموها بصوتين بيها لك فالقفل آخر يا زكارات أكبر مش بتعترف إلا بالمجهود والإصرار إحنا دائماً كنادي أهلي في المتشاطة الكبيرة دي يتولم إحنا في 100% إخلاص ومية في المية تركيز ومية في المية تحوى المسؤولية ومية في المية روح عالية جداً هي دي اللي بيتميزنا بأيدي عن الفنيات دي رقم واحد بالنسبة لنا والفنيات بتيجي بعد كده إن مجموعة العيبة كلها مجموعة من أحسن العيبة الموجودة في مصر فده اللي بيتميزنا فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بكرا هو طبعاً الرجل المدرب كبير ولو اسم في أفريكا كلها وحقق بطولات كبيرة أهمها دور أبطال أفريكا فهو غنى عن التعريف لكن فعلاً الجانب المفسي والمعنى هو كان مهم بالنسبة لنا لفترة اللي فاتت هو ذكي جداً في النقطة دي وبيعرف تعمل مع لعيبته بشكل نفسي كويس جداً بهايئة لعيبة كلها أن كلها لها دور وكلها متواجدة وهو شخصية على المستوى الإنساني شخصية جميلة جداً وشخصية لذيذة جداً يعني وعنده روح وعنده حس إذا ما بقوله المصري بتاعنا بيعرف يقرب من لعيبة بيعرف نوع حبيب اللعيبة فيه بيعرف يطلع من اللعيبة حاجات كتير وكويسها فدي نقطة مهمة جداً بالنسبة لنا دينا نتشغلها الفترة اللي فاتت وزا ما انت قلت فوزنا في ماتشين مهمين بالنسبة لنا بره أردك وجوه أردك وإن شاء الله ربنا نكملها بكرة ونقدر نحن نحق المكسب يعني أخيراً أنا كابتا ساعدش ما طالش عليك نعرف أنت راجعين من التدريب لكن جمهور النادي الأهلي كله على قلب رجل واحد معاكم إن شاء الله في هذه المباراة أكيد سواء هنا أو في مصر كمان إيه اللي ممكن يقوله كابتا ساعد أحد نجوم النادي الأهلي لكله جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي إحنا بيبقى كلامنا يعني مجروح في جمهور النادي الأهلي أو شهادة مجروحة في جمهور النادي الأهلي عشان إحنا أكتر ناس لمسين وحاسين التعب اللي جمهور النادي الأهلي بيتعبوا جمهور النادي الأهلي الفترة فاتت واجه صعوبات كتير واجه حاجات كتير فنتمنى ربنا إن شاء الله يكرمهم ويفوك كربهم كلهم وربنا إن شاء الله نفسنا يبقوا معنا سواء جوة مصر وبرا مصر بنقول لهم أنتوا رقم واحد بالنسبة لنا وأنتوا الدعم الرئيسي والأساسي وهدفنا كله إسعادكم فنتمنى لكم الفترة الجاتبوا في ظهرنا زمانتوا في ظهرنا دايما ونتمنى الفترة الجاي نبقى مع بعض دايما ونبقى رقم واحد دايما سواء كجمهور ندي الأهلي أو كندي أهلي إن شاء الله